لا شك بأن ما حدث في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثة الماضي أمر محزن وأمر غير مرقوب فيه وأمر يفترض أن لا يحدث بين أعضاء مجلسهم اللي هم نخبة المجتمع الكويتي وهما قدوة للآخرين فإذا أعضاء مجلسهم يصل فيهم الأمر إلى هذه الألفاظ التي طرحت أو هذا الاحتكاك الجسدي الذي تم أنا أعتقد أمر لا يمكن قبوله ولا نملك إلا أن نرفضه ونستهجنه لكن في الجانب الآخر يجب أن نصل إلى مرحلة بأن نقول هذه هي الديمقراطية هذه ليست الديمقراطية قد تكون هذه جزء من أعراض الديمقراطية كما يحدث في دول العالم كلها لكن بالأخير الديمقراطية أكبر من ذلك الديمقراطية فيها حرية الرأي فيها الحوار فيها الاحترام الأقلية مع الالتزام برأي الأقلبية وديمقراطيتنا الكويتية ديمقراطية راسخة نعم تحدث في بعض الأحيان بعض الاختراقات بعض الانحرافات لكن تبقى أهمية بقاء الديمقراطية أهمية استمرارها أهمية تطويرها إلى ما هو أفضل كذلك هناك من تحدث بأن بعض العبارات التي أطلقت قد تؤثر على وحدتنا الوطنية أنا أقول بأن وحدتنا الوطنية وحدة راسخة تجلت في كثير من المواقف الشديدة سواء الداخلية أو الخارجية فكان المجتمع الكويتي قادر على أن يتصدى لها ويتصدى لكل دعاة التفرقة بين المجتمع سواء كانت تفرقة على أساس المذهب أو على أساس القبلي والطائفي هي كلها تم تصدي لها لأن أساس المجتمع الكويتي أساس صلب وقائم على قاعدة صلبة فوحدتنا الوطنية ليست مجرد ورقة لكي تمزق ببساطة تمزق وليست مجرد زجاج ببساطة يكسر وإنما ديمقراطيتنا راسخة نعم هذه الممارسات نحن لا نقبلها ممارسات لا نتفق معها ولكن نعطيها حجمها الحقيقي وستنتهي إن شاء الله